مساكم الله بالخير وتقبل اللطاعتكم من خلال هذا الفيديو راح تكلم باللغتين العربي بعدين مليالا و راح ترجم اللي قلته بالضبط ان شاء الله راح يكون هذا الفيديو بخصوص فيديو انس انتشار بالسوشال ميديا راح نشوفه مع بعض بعد شوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفسي لاحظ صوت ولاحمد مو لاني مع الهنود ضد الكويتين لا ابدا الموضوع متشدي لكن كوني قريبة من الجالية الهندية فكنت اتلقى العديد من الاتصالات والرسائل اللي يستفسرون فيها عن اسباب ارتفاع اعداد الاصابة بكوفيد ناينتين بين ابناء الجالية الهندية وايضا ارتفاع اعداد الوفيات فيما بينهم فهل مستوى الرعاية الصحية المقدم للمقيمين يختلف عن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فكنت اقول ان لا وهذا الكلام غير صحيح لكن يتم كلام وغير مدعم بادلة وكنت دايما اقول ان السلطات الصحية تعمل بتوجيهات سامية من صاحب السمو الذي امر ان تقدم الرعاية الصحية للجميع على حد سوا هذا الفيديو بالنسبة لي كان دليل كبير وعلى قولتهم شي خليني احب حتى صبعي بعينهم واقول ان الكويت هي بلد الانسانية وبلد لا تعمل بانصرية ابدا حتى في ظل هذه الجائحة كون ان شخص هندي او من اي جنسية اخرى يتلقى العلاج باحدث مستشفى موجود في دولة الكويت وهو مستشفى جابر الاحمد وايضا المستشفى هذا بالذات مخصص للكويتين فقط في ظل هذه الجائحة فتح بابها للجميع فهذا خير دليل على ان الكويت بلد انساني الحين راح اترجم الكلام اللي قلته باذن الله حرفيا لكن بالمالي على كوريا كولسون كوريا مسي جنكي كوريا دي واسا غلا يتو غلا بير نردل ريضا على الكاركة شوي كنان دانا كوردا لا يتو ماركين على الكاري كوفيد ناينتين ونطل perchión الاجنبية بين كوفيتي الجستبtera uses hugs المستشفى ترقيل والدانات الجيخوية Coinots كوفيتي nao Misogyиля الكلام خارج س 나옵ية ، أنا أخفال الجديد . . . . . . . على الفيديو الوالبстра اللله بتتصد soy 지난 عام العمر اذا اعظم اللهم całkocondere الأشخاص اللهم قم اللهمoy نهاية كلامي أقول الله يحفظ الكويت إن شاء الله أميرا وحكومة وشعبا و الله يرفع أن هذا البلا عاجل غير عاجل يا رب العالمين و الله يجعل إن شاء الله عابر سريع غير دار على دولة لكوين إيه باكة قل ورنيتين يا نرطان يعمال اللاورين برارتنم اللااركم ونديد برارتكيا إنغان توروز أسوغو عدتا يت مارتاين مالا لايفاكا ويندوم نالا بول أن درشي عدت وردتين اللاورين إن شاء الله عدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته